الكتاب المقدس يعني من لحظة قبوله الرب يسوع المسيح وعاوز أركز على جواب يسوع المسيح وبالحقيقة أن جواب المسيح كان بالتدرج على عدة مراحل وخليني أسرد المراحل وبعدين ممكن يمكن أن ندخل في العمق أكثر شوي حتى نجاوب على هذا السؤال كان سؤال هذا الشاب الغني الرئيس ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية أو أي صلاح أعمل لأرث الحياة الأبدية جواب المسيح أحبة كان على عدة مراحل الجواب الأول قال له يسوع لماذا تدعوني صالحا لأنه ليس صالح إلا واحد وهو الله ثم الجواب الثاني اللي رد عليه قال له احفظ الوصاية يعني المسيح استخدم نفس المبدأ وراح لنفس الأرضية اللي ابتدأ منها هذا الشاب إذا كنت بتتكلم عن الصلاح وإذا أنت كنت بتتكلم عن الوصاية فقال له احفظ الوصاية لكي تكون كاملا ثم الشيء الثالث الرب يسوع قال لهذا الشاب إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء بعدين استمر المسيح وقال وتعالى اتبعني مرة الثالث قال يسوع إن أردت أن تكون كاملا كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل الحق الحق أقول لكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين لا تقدرون أن تدخلوا ملكوت السموات إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء تعال اتبعني بعد ما تعمل هذه الأمور وقالت ترجمة نانسي قنقر